حيث قطاع الصناعة التقليدية بالجهة يشغل أكثر من 260 تعاونيات تقيم من حين لآخر معارضة جهوية لترويج منتوجاتها التي تشتغل في مجالات الحياة كالخياطة صناعة الحلي والعطور بالإضافة إلى الأواني التقليدية وصناعة الخيمة الصحراوية التقليدية روبرتاج الحسن هوبان ويسف ويشو مدينة طرفايا مدينة صغيرة هادئة تربض على شاطئ المحيط الأطلسي بوداعة يقطع هدوءها صخب معرض الصناعة التقليدية المحلية هنا عدة منتجات صحراوية تقليدية بدءا من الأواني التي تستخدم في إعداد الشاي وإشعة البخور في البيوت والخيم وهذه وسادة مصنوعة من الجلد تدعى بأسرمي يتوسدها العروسان في ليلة الزفاف الصرامة ما خالق شي ما يصلحون يصلحون الطفلة من يتعود له ترحل ويصلحون من يتعود له تتعرص عندها شخصين صرمي ذيال شخصين يعدل باش يتوسدوا العريس والعروسان خالق اللي عمرهم من الريحة به اللي الجلد إلى عمر من الريحة زينة تم عمر وإلى عمر من الريحة اللي ما هي زينة وما اللي يتم فيه الشي ريحة فات لين عمر من الجلد تم اللافيه ما تلا تتحيد عنه يساهم قطع الصناعة التقليدية بجهة العيون في تشغيل ما يفوق عشرة ألاف شخص تيسير لهم مثل هذه المعارض عملية الترويج لما تصنعه أيديهم هذا المعارض فرصة لتعريف منتوج الصحراوي التقليدي ويعطى فرصة للشباب أنهم يتعرفوا عن منتوج الصحراوي التقليدي الأصيل لأن أجل الرفع من يد الصانع التقليدي ويعطى حافز كبير باش أنه يشهر منتوجه هذا المعارض يشهم الجميع مواد الصناعة التقليدية الجهة الجنوبية كالسياغة المواد الجلدية العطور الزيت التقليدي الصحراوي الأواني التقليدية ولا تزال أنميل الصناع التقليديين بالأقلم الجنوبية تبدع منتوجات ترسخ الطراث الصحراوي الزاخر وتقاوم زحف المواد المصنعة عصريا ترجمة نانسي قنقر